تلخيص رواية في قلبي أنثى عبرية تمهيد تصنف رواية في قلبي أنثى عبرية للكاتبة والروائية التونسية خولة حمدي ضمن الروايات المستوحات من الواقع الممزوج بالخيال وقد لاقت هذه الرواية انتشارا ورواجا وسيعين بين القراء ونالت اهتمام الدارسين والنقاد ونقدم لكم في هذا المقطع ملخصا موجزا لها ونمر الآن إلى وضع تلخيص لهذه الرواية إن القارئ المتمعن لهذه الرواية يتوصل إلى أن المؤلفة خولة حمدي تطرح في صفحات هذه الرواية قضية الاختلاف العقائدي والديني وتمازج الأديان السماوية الثلاثة في المجتمعات العربية وذلك من خلال سرد قصة واقعية أضافت وأضفت عليها من خيالها ما يضعها في إطار فني يصل إلى القارئ ويؤثر فيه بخصوص أحداث الرواية نجدها تدور بصورة أساسية في أماكن ثلاثة وهي جزيرة جربا في تونس ومدينة قان العتيقة في لبنان بالإضافة إلى فرنسا وتتحرك في هذه الأماكن مجموعة من الشخصيات الفاعلة والتي لها دور بارز وكبير في تحديد مسار أحداث الرواية وتطورها وقد تنوعت ما بين شخصيات رئيسية مثل أحمد الشاب المسلم والفتاة اليتيمة ريمة وندى الفتاة اليهودية وشخصيات ثانوية إلا أن لها دور كبير وواضح في الرواية مثل حسان وسماح وراشيل إلى غير ذلك من الشخصيات الأخرى وتحكي الرواية قصة الفتاة المسلمة ريمة والتي ما تأبواها فعاشت يتيمة ونشأت في كنف أسرة جاكوب اليهودية وقد أوصت والدة ريمة عائلة جاكوب أن تتم تربيتها تربية إسلامية فكان جاكوب يصطحبها إلى المسجد لتتلقى تعاليم الإسلام هناك وسط رفض كبير من زوجته خوفا من تأثر أبنائها بذلك فيضطر جاكوب إلى إرسال ريمة لتعيش مع أخته راشيل في لبنان لكنها هناك أيضا كانت تتلقى معاملة سيئة من زوج راشيل فتأخذها إلى منزل ابنة عمها سونيا والدة ندا البطلة الأخرى في الرواية وفي المكان الرئيسي الثاني أي في لبنان فتحكي الكاتبة قصة الفتاة اليهودية ندا والتي تقع في حب أحمد الشاب المسلمة وأحد أفراد المقاومة والذي بالرغم من اختلاف ديانتهما إلا أنه تقدم لخطبتها وسط رفض شديد من العائلتين لكنهما تمسكا بحبهما ونجح أحمد في تحبيب ندا بالإسلام واعتناقها له وتعليمها بعض التعاليم الإسلامية وذلك بمساعدة الطفلة ريمة التي كانت بمثابة حلقة الوصل بينهما بحكم عيشها وسط أسرة ندا بخصوص العقدة أو المشكل في الرواية فيتمثل بوفاة ريمة بسبب إحدى الغارات التي شهدتها لبنان واختفاء أحمد بصورة مفاجئة وبفعل هذه الصدمات النفسية التي تعرضت لها ندا تقرر أن تسافر إلى فرنسا وتتم خطبتها من حسان صديق خطيبها أحمد بعد أن فقدت الأمل في عودته لكن تتوالى الأحداث ويعود أحمد فاقدا للذاكرة إثر سقوطه من منحدر عال فتدخل ندا في صراع كبير بين حسان وأحمد وتنتهي أحداث الرواية بأن يستعيد أحمد ذاكرته ويتزوج من حبيبته ندا بعد أن ضحى حسان بها من أجله كما يعلن أبطال الرواية من اليهود إسلامهم حتى أولئك الذين كانوا أكثر اقتناعا بدياناتهم وأكثر نفورا من الإسلام أخيرا فالرواية تتحدث عن اليهود العرب الذين عاشوا في لبنان وتونس كما توضح المؤلفة خولة حمدي من خلال روايتها هذه المفهوم الخاطئة عن الإسلام لدى غير المسلمين كما تحاول جاهدة تفسير جماليات الدين الإسلامي وسنختم هذا المقطع بذكر بعض السمات الفنية في رواية في قلب أنثى عبرية أول هذه السمات الاعتماد بصورة كبيرة على الحوار بهدف الكشف عن الفكرة الأساسية للرواية ثانيا استخدام عدة تقنيات زمانية تراوحت ما بين الاستباق والاسترجاع ثالثا تعدد الأماكن الوارد ذكرها في الرواية ووضوح دورها في مسار الأحداث رابعا توظيف الاستطراد بطريقة فنية إبداعية خامسا البساطة والوضوح في السرد والوصف أعزاءنا إلى هنا نكون قد أتممنا الحديث عن هذه الرواية الممتعة ولا تنسونا من خالص دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته